بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المشاهدون آيات والأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا اللقاء المبارك مع دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات عسى أن ينزل الله سكينته على قلوبنا وأن يجعلنا ممن يستجيب دعاءه وأن يفتح علينا فتوح العارفين به وأن يعلمنا الأدب معه وأن يفتح علينا من خزائن فضله ورحمته ما يثبت به الإيمان في قلوبنا اللهم آمين واللهم جازي عن النبي المصطفى خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم آتانا بنموذج مفتوح بقلب مفتوح بعقل مفتوح بروح مفتوحة ولذلك لم يفرق بين العربي والأعجمي ولا بين الأبيض والأسود وكما كان في الصحابة من السود والحبش كان في الصحابة من روم سهيب الرومي وكان في الصحابة من الفرس منهم سلمان سلمان الفارسي كانت له قصة طويلة يقصها علينا في هدايته سلمان كان من المعمرين والمعمر في لغة العرب من تعدى مائة وعشرين عاما ظل سلمان سنين طويلة يبحث عن الهداية فكان مع دهاقنة النار من المجوس وظل معهم إلى أن انتقل إلى آخرين في المسيحية ثم جاء أسيرا فاشتغل عند أحد اليهود في المدينة المنورة وكل ذلك كل كاهن أو مربي أو مرشد يسلمه لمرشد آخر ويقول له لا أعلم في الأرض إلا فلانا فاذهب إليه فيذهب سلمان إليه فسلمان عندما دخل رسول الله المدينة كان كبيرا في السن ففي مرة من المرات وقد اختبر رسول الله على ما علمه علماء اليهود وعولماء المسيحيين وعولماء الأديان الأخرى أن هناك مبعوثا إلهيا من عند الله فجاءه في أول يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة وقال له يا محمد هذه صدقة خذها فكلها ووزعها وانتظر يرقب بعيدا فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها بل أعطاها لفقراء الصحابة فجاء في اليوم الثاني بشيء من الطمر وكذا إلى آخره وقال له يا محمد هذه هدية فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وفي اليوم الثالث جاء يلف حول النبي وكأنه يريد أن يرى شيئا في ظهره ففهم النبي هكذا وكان يرتدي عباء فألقى العباء من على كتفه حتى ينظر سلمان إلى ما يسمى بخاتم النبوة وخاتم النبوة هي مثل الغدة في ظهر النبي المصطفى وكانت علامة من علامات المبعوث آخر الزمان آخر الأنبياء سيد الخلق المسيح المنتظر محمد بن عبد الله فلما رأى سلمان هذا وكانت من صفاته أنه لا يأكل من الصدقة وأنه يأكل من الهدية وأن في بين كتفيه خاتم النبوة يقل فيكون على حد الزيتونة ويكبر فيكون على حد التفاح الصغيرة لما وجد سلمان هذا انكب عليه يقبله بيقبل الخاتم النبوة ده أو الذي كان يسمى هكذا وأسلم سلمان لأنه وجد هو لما أتى المدينة فرحة لأنه عرف أن هذه برضو من الصفات كانت مهجر هذا المبعوث وهو منتظر حتى يلحق به فلحقه ووجده فأسلم وحسن إسلامه وحتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا أهل البيت إذن سلمان ألحق بأهل البيت لأنه في مكان عالية وسلمان هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وكان هذا تفكيرا إبداعيا جديدا لم تكن العرب تتعود على هذه الخدعة الحربية أو على هذا الأسلوب الحربي فتعجب المشركون من مع محمد أرشده إلى هذه الحيلة أو الخدعة الحربية كان هو سلمان الفارسي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه مرض فزاره النبي وهذا نأخذ منه أن النبي كان يتفقد أصحابه ملأة سلمان ماله خير مجاش الصلاة لي يبقى كان مريضا يذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيادة المريض وكما ورد في فضل هذه العيادة وأن الله لو ذهبنا إلى المريض لو وجدنا الله عنده فذهب النبي إلى سلمان يا سلمان شف الله ساقامك أدي الدعاء هنا بقى اللي احنا بنبحث عنه في هذه الحلقة أو في ذلك اللقاء يا سلمان شف الله ساقامك واحد يقول يعني شف الله ساقامك هذا كلام يعني لا ده صادر من أطهر لسان صادر من أطهر قلب على وجه البسيطة كان ويكون صادر من سيد الخلق ولما بيصدر من القلب بيصدر مع معناه شف الله ساقامك إذن هذا دعاء قليل الحروف قليل الكلمات شف الله مرضك شف الله الداء اللي انت فيه أو السقم والضعف اللي انت فيه شف الله ساقامك وغفر لك ناس كتيرة يقولوا ربنا عمل خلق المرض ليه وخلق ليه بيعزب الأطفال كده ليه لأنه هذا المرض فيه غفران للذنوب فيه رفع للدرجات فيه ابتلاء وامتحان فيه صبر وفيه أيضا عمارة للدنيا يعمل الطبيب ويعمل ويظهر هذه النوازع الطيبة عند الناس في بناء المستشفيات وفي البحث العلمي وفي كذا ملك هذا ملك مالكه أراده هكذا ونحن لسنا ملاكا له حتى نضع خطة له هذا ملك كون له مالك مالك يوم الدين وغفر لك ذنبك يبقى إذن المرض من ضمن وظائفه أنه سيغفر أذنه فغفر الله ذنبه وعافاك في بدنك انظر با إلى هذا الدعاء وعافاك في بدنك مدة أجلك فعاش سلمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال عمره إلى أن أصبح من المعمرين سليما لا تجد فيه أي سوء في جسده ليس سقيما ليس مريضا استجاب الله دعاء نبيه في سلمان الذي أحبه والذي آمن به فرضي الله عن سلمان الفارسي سلمان منا أهل البيت إلى لقاء آخر نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة